اشتركوا في القناة أبناء مملكة البحرين وطنيتهم وممارستهم للحق الذي كفله لهم الدستور وفي 37 مقراً دبلوماسياً للمملكة في الخارج انطلقت جولة الإعادة للانتخابات النيابية حيث استقبلت مقار التصويت المواطنين المتواجدين في الخارج للتصويت لأربع وثلاثين دائرة انتخابية النيابية في البداية نتقدم بخاص تهاني والتبركات سيدي جارة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي سمو العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مناسبة النجاح الكبير للعملية الانتخابية والبلدية وتسجيل أكبر نسبة مشاركة في تاريخ مملكة البحرين هذا الانجاز الكبير يعد تأكيدا الاستمرارية للمسيرة الديمقراطية والتنوية الشاملة بغيادة سيدي جارة الملك المعظم وتجسيدا للوعي الوطني للشعب البحريني وإدراكا لواجبهم الوطني وتعبيرا عن ولاءهم وانتمائهم لهذا البلد الكريم الحمد لله انتخابات الإعادة جرت اليوم في أجواء هادئة وبتنظيم دقيق سادها روح الوطنية اليوم بدأت عملية الاقتراع الثانية في مقر سفارة مملكة البحرين بدولة الكويت وسرت على ما يرام بكل سلاسة ويسر حيث توافد الكثير من المواطنين لإعادة التصويت في بعض الدوائر التي احتاجت إلى إعادة الانتخابات فنحن الآن نشهد هذا أيضا الإقبال وسعيدون جدا بمشاركة المواطنين الكرام وفخورين أيضا بهذه التجربة الدموقراطية وهذا العرس الدموقراطي في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم ملك البلاد حفظه الله ورعاه لقد شهد دور الإعادة اليوم الثلاثاء خمسة عشر نوبمبر منذ الصباح وحسب الوقت المحدد هنا في عمان العاصمة الأردنية أقبل متوسط العدد من المواطنين المخلصين ونحن نتوقع المزيد من الأعداد مع رغبة كبيرة لتلبية الواجب الوطني أن نجاح الانتخابات أمر مسلم به لنا كبحرينيين نحب هذا الوطن وأرضه وترابه ونحن فعلا سعداء أن نشفنا مجموعة لا بأس بها من المواطنين كانوا حرصين على القدوم إلى السفارة خاصة أن هناك ناس منهم مرضى وكان عندهم موعد فكانوا حرصين الوصول إلى السفارة والذهاب مرة ثانية إلى الموعد في المستشفى بعدما بارسوا محقهم الديمقراطي في اختيار مرشحينهم والذي كذلك يصدر أن هناك ناس جاءوا من مناطق بعيدة في ألمانيا إن كانت في هامبورغ، إن كانت في برمين وفي ناس من دول ثانية نغطيها وهذا حدث كذلك في الجولة الأولى ناس من تشيك وناس من بولندا ونحن كلنا كبحرينيين فخورين جدا بالنسبة خاصة للمشاركة التي فاقت 73% في الجولة الأولى ومن الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي للمدن التي توجد بها مقار التصويت وإلى الساعة الثامنة مساء يثبت البحرينيون في إقبالهم للتصويت وعيهم بحقوقهم وإيمانهم بالمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين يعني الحمد لله رب العالمين الجماعة مقصرة في السفارة ويعني هانيا لشعب البحرين في هذا العرص الانتخابي والأمور ميسرة ومسهلة الحمد لله هذه طبعا كلها يصب في مصلحة الوطن وواجب على كلنا أن نحن نشارك في هذه المسيرة أبناء البحريني يسطرون أسمى الصور في الانتماء للوطن وفي سفارات المملكة حيث يصوتون هم سفراؤنا للعالم أجمع سفراء للبحرين بموارستهم الحضارية لحقوقهم الدستورية